السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة شهوة عائشة اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض فطائر تركيا بصدر جاج سهلة وسريعة تحضير كيف كتشوفوا معايا كيجيوا محمر ولداد بزاف بحشوة رائعة وفي المتناول بقوا معايا نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة تحضير وإلى عجباتكم الوصفة فما تنساوش توصلوها لعداد كبير من اللايكات والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ونبدأوا على بركتي الله بالنسبة للعجين فغادي نحتاجو هنايا بطابعة الحال 100 جرام ديال الدقيق الفينو يكون من نوعية جيدة 200 جرام ديال الدقيق الأبيض الحرش الفورس الحرش ماشي الدقيق ديال الحلويات الماء يكون دافي بالنسبة لكمية فكتبقى حسب نوعية الدقيق من اللي نجمع للعجينة ونقول لكم مش هلخدت لي ديال الماء ملعقة كبيرة من بودرة الحليب اللي كتخلي لنا العجينة تكون هشيشة عندي هنايا القاليم من الزاتر اللي كيبقى اختياري كيعطينا نكهة خاصة ملعقة كبيرة من يهو الطبيعي بدون سكر ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية او خميرة الخمز والملح اللي كيبقى حسب الضوغ تقريبا هنايا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح نبدو على بركتي الله في ايناء غنوضع الدقيق الابيض كيف تلكم الفورس الحرش ماشي الخاص بالحلويات ونضيف عليه الفينو والملح انا هنا استعملت نصف ملعقة صغيرة ديال الملح وغنضيف كذلك ملعقة كبيرة ديال بودرة ديال الحليب وكذلك غنضيف الزاتر كيكتشوفو معايا غنحكوها كبير ديال اللي نقيتو وغسلتو وخليتو حتى نشف مزيان نحركو النواشف مزيان مع بعضها وغنضيف عليهم ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية او خميرة الخبز نخلط واحد شوية نضيف ملعقة كبيرة ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر وكينحرك جيدا حتى يدخل ليال الياغورت مزيان مع باقي المكونات صافي وهنايا غنضيف في الماء تدريجيا ضروري لما يكون دافي ما يكونش بارد باش كيساعد لنا التفاعل ديال الخميرة الفورية ونبدأ نخلط وانا كنضيف الماء تدريجيا غير بشوية 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 وما خاصاش تكون جارية ضروري انها تكون خفيفة ونبدأ نضيف تدريجيا وانا كنخلط كيك تشوفوا معايا الرؤوس ديال الاصابع غير باش نجمعوا العجين كيف كتشوفوا العجينة كتجي خفيفة على هات الشكل هدا غادي ندلكها من البدع دقائق تقريبا واحد جوش ديال دقائق لا اكتر غير باش كترطاب ليا العجينة شوية وغادي نغطي عليها ونخليها ترتاح وتخمر هي كل ما خمرت ليا العجينة كل ما كيجيونا الكريب تورك رائعين وهشاش من الداخل انا هنا غادي نخليها ترتاح واحدة ربعين دقيقة تقريبا واندوزو باش نشوفو طريقة ديال تحضير الحوشوة غادي نديروها فوسط الكريب تورك بالنسبة للحوشوة غادي نحتاجو ميتين وخمسين جرام ديال سدر الدجاج منقطع قطع صغيرة من هات الشكل هادا بصلة واحدة محكوكة في الحكاكة رقيقة او مشلدة رقيق القليل من الشامبينيون او الفطر اللي كيبقى حسب الدوق اختياري الجبن الاصفر نقطع على هات الشكل هادا الفرماج قطعناه على هات الشكل جوج دروس ديال السومة محكوكين ملعقة صغيرة من الخردل او المطعد بالنسبة للتسبيلات غادي نحتاجو القليل من الملح نصف ملعقة صغيرة ديال الزنجبيل نصف ملعقة صغيرة ديال البزار الفلفل الاسود ونصف ملعقة صغيرة ديال الكوركم او الخركم في اينا غادي نوضع صدر ديال الدجاج مقطع وغادي نضيف عليه ثوم وغادي نضيف كذلك ملعقة كبيرة ديال الخردل او المطعد اللي كتعطينا تهيه نكهة خاصة للدجاج وغادي نضيف كذلك تسبيلة الملح وسكنجبيل والخرقوم والبزار غادي نخلطهم مزيان حتى يشرب لنا مزيان ذاك الدجاج تسبيلة كاملة هي غادي نخليهم واحد الخمستاش دقيقة تقريبا غادي نخليه الدجاج غادي نغطيه ببابيس وغادي نخليه يترقد في ذاك التسبيلة ان كان كن ضيفه توابل اخرى من السيما فهذا كيبقى اختياري وحسب المتوفر صافي وغا نخطيع لي وغا نخليه يرتاح بعد ما مرت خمستاش دقيقة في مقلات وفوق من النار منتوسطة غادي نوضع القليل من زيت الزيتون وغادي نضيف عليه البصلة ومحكوكة في الحكاكة الرقيقة وغادي نضيف عليها الدجاج نخلطهم مزيان ونخليهم حتى يتشحرهم مزيان تتشحر لنا البصلة والدجاج ومن بعد غادي نضيف عليهم شامبينيون قطعة صغيرة كيبقى اختياري ماشي ضروري نخلطهم مع بعض الشامبينيون ما كياخد لناش الوقت بزاف بالزربة كينزل وكيعطينا تهونكها خاصة وغادي نضيف عليهم ملعقة كبيرة دي القصبر ونمعدنوس اللي قطعتهم الرقيق صافي ونخليهم على نار مهيلة ونخليهم حتى يتشحرهم مزيان مكوينة كاملة ونديرهم في إينا ونخلي الحشوة حتى تبرد تماما وكيف كتشوفو معايا بعد مخمر للعجين كي نحيد منه شوية ذاك الهوى اللي فيه وكي نبدأ نشكل في كويرات صغيرة ما تكونش كبيرة بزاف حتى العجينة فيها الخميرة وبقى غادي تنفخليها شوية كي نشكل في كويرات على هات الشكل هذا كي كتشوفو معايا وصفة رائعة كي تجي من ألد ما يكون إذا جربتوها أكيد غادي تعتمدوها كي تعجب الكبار والصغار صافي غا نستمر تنكمل العجين كله نكون به كويرات على هات الشكل كنرشو سطح العمل بالقالين من الدقيق ونبدأ ونتلقوه في الكويرات دي العجين سوى بالدينة أو بالمدلك حتى كتولي رقيقة جداً بالنسبة للدوائر فانتو ما كتختارو الحجم دي الفطائر كيف ما بغيتوهم وش بغيتوهم يكونوا كبار أو صغار صافي وهنايا من بعد كنعمرهم بالحشوة نديروها في الوسط نحاولو ما نديروش بزاف من الحشوة باش يبقى لنا في نديرو الجبن كي كتشوفو معايا صافي وغادي نبدو نسدوهم نسدو على الحشوة في الداخل كنحاولو نقادو الجواني دي العجين صافي ونسدو عليهم ونبركو بالفرشات باش مايتحلوش لنا ونستمرو حتى نساليو العجين كامل عاد باش نبدو نطيبو فيهم هاك يجي لهات الشكل كي كتشوفو معايا بعد مسالي توجد ديال الكريب تيورك ديالي في مقلات وعلى النار مهيلا نخلي المقلات حتى تصخل مزيان نوضع فيها الكريب ونبدو نطيب فيهم نخليهم حتى ياخدوا دا كل لون ذهبي ككتشوفو معايا نطيبوهم ضروري من الجهتين والنار تكون مهيلا ونخليهم حتى يطيبو تماما على خطرهم وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب تيورك او الفطائر تركيا كي كتشوفو معايا كي يجيو محمرين كي يجيو الدادين رائعين وصفة الى جربتوها غادي تعتمدوها كتعجب الكبار والصغر كنتمنى ان الفيديو يكوننا لاعجبكم وشكرا بزاف على المتابعة ديالكم وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة موسيقى